شاهدين وننتقل الآن لزميلنا كريم بيبرزو اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة والله هيكلمنا عن آخر استعدادات عقاد القمة الخماسية بين قادة العرب وده طبعا بدعوة من السيد رئيس عبدالفتاح السيسي كريم صباح الخير عليك مرة تانية صباح الخير مرة تانية بسانت صباح الخير يا مصطفى صباح الخير على كل الشعب المصري مرة تانية فعلا لسه مكملين معاكم من مدينة العالمين الجديدة وطبعا النهاردة هي القمة الخماسية ما بين مصر العراق الأردن البحرين الإمارات هذه القمة بالطبع اللي بتجمع البلاد ليه وحدة عربية اقتصادية سياسية بالطبع وأكيد أكيد فيه أهداف اجتماعية كتير جدا ومن أهمها أهداف التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة بشكل عام يمكن من النقاط الأبرز في هذه القمة والسعدادات مصر الاستقبال لهذه القمة مصر خلال الفترة اللي فاتت كانت بتشتغل على مشاريع كتير جدا مشاريع تنموية خاصة باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة عشرين تلاتين وكان جزء منها طبعا الاهتمام بالمواطن وكان جزء من الاهتمام بالمواطن هي بناء المدن الجديدة دو طبعا استثمارات في الجزء العقاري بشكل كبير جدا جدا المدينة العالمين الجديدة كانت أكبر دليل على كده عشان كده مصر استضافت القمة دي بعد ما كانت اتعقدت في شهر ثلاثة اللي فات في الأردن وكانت موجودة مصر والعراق والإمارات والأردن ولكن المرة دي انضمت لها البحرين بعد ما حصل تنمية شراكة تنموية اقتصادية صناعية بين الأربع دول مصر والعراق والإمارات والأردن وانضمت لها البحرين التنمية أو الشراكة الاقتصادية ما بين الخمس دول دي الحقيقة كانت بتوصل يمكن الشراكة الصناعية الاقتصادية في الاستثمارات المختلفة حوالي مية وستة مليار دولار مشترك ما بين الخمس دول اللي قدروا يتم استثمارهم بشكل عام في جميع المجالات ومن اهمها طبعا زي ما قلنا الانشاءات والعقارات بشكل عام وده موجود هنا في العالمين الجديد وظاهر على ارض الواقع يمكن بانضمام البحرين كمان لهذه يعني القمة وهذه الشراكة الصناعية بتزيد تقريبا ما يقرم من 2.3 مليار دولار من الشراكات الصناعية وتحديدا في الجزء الخاص بالحديد وده مهم جدا زي ما قلنا في الاستثمارات بشكل عام وإيه الانشاءات القمة النهار ده طبعا بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي منبوض هنا في العالمين الجديدة عشان يقدروا يوزنوا ما بين فكرة الافكار الخاصة بالاستثمارات والتعاون المشترك ما بين الخمس دول او الدول العربية بشكل عام واللي عندهم امال اكيد وضمحات اكبر انه جميع الدول العربية تنضم فيما بعد طبعا ده جزء خاص من استراتيجية التنمية المستدامة سواء خاصة بمصر عشرين تلاتين او حتى بالقارة الافريقية عشرين تلاتة وستين بشكل عام عشان كده موجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة بيستضوفهم من نهاردة في فندق الماسة هنا في مدينة العالمين الجديدة عشان يقدروا يضعوا النقاط الاولى والخطوات الاولى علشان تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل عام على ارض الواقع وكمان هيكون جزء عنصر جذب للدول العربية والاشقاء العرب للإستثمار في مدينة العالمين الجديدة ويمكن مبارح في استضافة طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لشيخ زايد بن آل نهيان له هنا في العالمين الجديدة وكان فيه طبعا يعني نظرة على الانشاءات والمدن المختلفة اللي تم إنشاءها في العالمين الجديدة ودي نظرة يعني عامة بشكل عام عن القمة وأكيد هننتظر نتائجها والليات تنفيذها بشكل عام على الأرض الواقع شكرا لك يا كريم ونتمنى لك أكيد التوفيق النهاردة كل شكرا لك